أستاذ السمية سباح لنور لك take care إذا أستاذ السمية كيف موق ration علي موضوع دیال خصوصية خصوصا أنا أنا كان سمعوا ه isto الكلمة هدى بزر في què تداول لأ خطائكم تعلموا وهل Derek خطوصية لا أنتو مقصكم تكونوا في الول عندكم الخصوصية ديم كم قاعد باش تعلمها ولادكم لأ فعلال يلم قصص ها престخم sustained عندكم تuguش طلعوا على بزر ديال حاجة ديال لمران ما حرفنش ayudar ههدى الموضوع هدا ماكره نش نتعمقوا معه اكترا آآ قهر طيب وبعدك نشكرك بداية على اختيارك الموضوع صراحة كان جدا موفق لأن بالفعل محتاجين نطرقوا لهذا الموضوع وهذا المفهوم ديال الخصوصية شويا نفصل فيها خصوصا مع الانفتاح الكبير اللي كان شهده سواء كان مجتمعيا ولا تكنولوجيا فبالتالي محتاجين أننا نتناولوا هذا الموضوع ديال الخصوصية من مجموعة إن شاء الله ديال السوايا احنا نعرف الخصوصية هي واحد الحاجة اللي عنده أهمية بالنسبة لنا واحد الحاجة كتخص يعني شخص معين عند أهمية مقارنة بالأشياء الأخرى يعني شأن خاص ملك خاص إلى آخر فعلاقتوا بالأطفال علاقتوا بالأبناء ديالنا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد المسألة كيف ما قلت واش بالفعل نحتاج أننا نربي ولدتنا عليها شنو الحدود أصلا ديال هاد الخصوصية إلى أي حد متى بعد أصلا أبدأ بتعليم أبنائي الموضوع ديال الخصوصية وشنو هاد الحاجات اللي محتاجة أو محتاج أنني نعلمهم فيها الخصوصية فبتالي أول حاجة خلينا نتفقوا أن مفهوم ديال الخصوصية أو كقيمة هو واحد السلوك اللي محتاجي أننا نخدمه معه مع ولدتنا منذ الصغر وغادي نتطيعوا علش سفغي أن نامي كيكون طفل بقي صغير يعني كنا ندرون على أقل من سبع سنوات كيكون عنده المفاهيم بقوا مجرد فبتالي مصطلح الخصوصية ما غاديش طبعا يستوعبه ولكن غادي يفهم من خلال الأمور اللي غادي تناولوها تحت مسمار خصوصية وأول حاجة كانتوها هي خصوصية الجسد دب إحنا ما كانت عاملوه معاه هو كطيفل فكان بزاف ديال بعض المرات بعض المواقف اللي كانت جاوزوا فيها وإحنا ما كان نأهلوش هذا الطفل منذ الصغر دياله يعني ما كان ننضر إلى الصغر كان نضر منذ المرحلة ديال ديال الردع فكانت جاوزوا بعض المواقف فيها هذا المفهوم ديال الخصوصية بمعنى أنا ما كان كون كان نبدل مثلا لهذاك الردع ديالي خصني يعني إحنا ما كان ننضرش على المبالغة في الأمر ولا عوتني التفريط لا إفرط ولا تفريط ولكن من لي ما كان سمحش مثلا الآخرون أنهم مثلا يطلعوا للعورة دياله وأن أي واحد يكشف إليه أن أي واحد يقدر يبدله فبالتالي هذا الرداخل رداخل حتى في موضوع التربية الجنسية يعني كمفهوم شامي العادل مفهوم ديال الخصوصية وحتى إذا كان مثلا عنده خوته فبالتالي هاد الأمور هذي خصنا ننخدمه إليها وإحنا يعني الأطفال مازال صغارين فبالتالي أنا ما كان نبدل الأخ ديالهم أو الأخ ديالهم اللي هي صغيرة في التواجد ديالهم فبالتالي ممكن قولهم بلتي واحد دقيقة أنا غادي نبدل الأخ ديالكم أو الأخ ديالكم طبعا هنا ممكن نشاركوا ممكن يعني ما نتفرعوش في تفاصيل أخرى ولكن ما كيعنيش غادي نتعامل بوحد مع الأمر بوحد طريقة فيها إيشحاف ولا فيها يعني تهويل ولكن كنوصل مساج أن هذا الجسد ديالهم معناش الحق أننا نطلع عليه بوحد طريقة يعني اللي هي يعني كتجاوز الحد دياله بوحد شكله هو تفصيلي فمثلا الأطفال أصلاً كيكونوا فضو نيفة المرحلة غادي بغيوا أنهم يكتشفوا الجسد ديال الآخر ولكن أممتع أنا كنحاول نقرب هاد المفاهيم ديال الخصوصية لأهو غادي بالدلدبة عافك مشي يجيب لي شي حاجة مشي يعمل شي حاجة فباش دايما كنحافظ على هاد الملكية ديال الجسد أيضاً بنفس الشيء في تعامل ديالي على مستوى المواقف الأخرى ديال تغيير اللباس أنا كيتم داخل الغرفة ونحاول أنني نرد الباب مثلاً أو أنني أغلق الباب ما غاديش نبدل في أي مكان ما غاديش نبدل حدا أي واحد ممكن كنكون مثلاً في الحمام أعزاكم الله فبالتالي أغلق الباب ماشي كنخلي مثلاً الباب اللي هي مفتوحة كذلك هذه غرف موضوع اللي كانت تعلق بالملكية ديالجسد لأن إذا بغينا نهضر على الخصوصية فممكن نهضر على الخصوصية ديالجسد ممكن نهضروا خصوصية ديال المكان خصوصية ديال الأشياء خصوصية حتى ديال الأفكار والآراء يعني أفكار خاصة بي وهذا الشيء ركن خدموا إليه منذ الصغر داكوه خصوصية الجسد تعطينا منها أمثلة بالنسبة لخصوصية ديال المكان بلسته في كين عاس يعني بيته إذا كان داكوه الأشياء دياله حتى أبسط الأحاجات مثلاً محفظة دياله على سبيل المثال فأنا ما غديش نجي ونفتش فيها ما غديش لأن نشوف بعد المرة شوية غنتعرضوا مع التفكير السائد عند الوالدين اللي أخصين نفتش اللي أخصين نراقب نعرف لعندك صحيح أكيد هذا حق مكفول للوالدين نحن رأنا لا ندعو أنه لا رخص نحتة زعمة نخلي وديك الطفل هو يقول نها كل محفظة لا رأنا لا ندعو للتهولة لهذا الأمر ولكن على الأقل كنعلمه بوحة طريقة غير مباشرة طلب الإدن لأن هذه الميكلية دياله هذك مثلاً المجار دياله هذك الخزانة دياله هذك المحفظة دياله فبتلغله في أن فلان أنا غدي نفتح لك المحفظة أنا غدي نشوف لك الأبوات ديالك أنا غدي نفتش في الخزانة ديالك على واحد الحاجة كتخلي الطفل يحس بالله بالفعل ماما أو بابا كيحترم وهو كيعودة تسوله أكيد رح نادبا بلما نترقل الخطوة الأولى أو أول مرحلة اللي هي أصلاً سنكون قدوة في الموضوع هذه اللي دائماً نتعرض لها بشدة ونصطع عليها بالأحمل عارض فبالتالي هذة المواقف عائشة اللي كتخلي الطفل يحس أن أموره عند قيمة أشياءه عند قيمة المكان دياله عنده قيمة الجسد دياله عنده قيمة فأكيد غيتجاوب مع هذا الموضوع الخصوصية وبالمثل سيبادل الآخرين أنه غي يحترم الخصوصية ديالآخرين بل وهذه من بين الأشياء اللي تهيئة نعلمها الوليدات أنه يحترم الحدود الشخصية اللي كي وضعوها الآخرين لأن كل واحد عنده الحق أنه يوضع واحد الحد من الحدود الشخصية من بينتها مثلا كي النس اللي عندهم عادي أنه ما يكون كدر معك مثلا غي شبارك في كتافك ولا غي نمسك بوحد طريقة بأخرى ولكن كي النس اللي كي برسطهم هذا الأمر كيزعجهم فبتالي هذا واحد للحد الشخصي اللي خصنا نحترمه فأنا ما يكون كنا نعلمه لدتي حتى إلا كان مثلا بيناتنا هذا الأمر عادي أنه ما يكون نهضره وكلمسه بعديتنا فمهم جدا أنه نشير أنه من حق الآخرين أنه إذا عبر على الإنزعاج دياله من أنه بعد مثلا واحد المسافة معقولة أصلا في التحدث لأنه معروف أنه كل ما قربت المسافة كل ما الإنسان حسب عدم الإرسياح وهذه كان خدموها تماع الوليدات فحتى بالنسبة لأمور ديالهم صغيرة نؤكد ويعلم الوليدات وندريبهم على أنه من حق الآخرين أنه تكون عندهم أحد الحدود شخصية اللي ما كيبغيوش أن الآخرين يجوزوها ممكن أنه بالنسبة لي سكون مقبولة ولكن بالنسبة لآخرين غير مقبولة فهذه مجموعة وكأنها مجموعة ديال القواعد عائشة اللي كان بدون نخدمو عليها منذ الصغر نكن نشتغلو على القاعدة ديال طلب الإيدن نشتغلو على القاعدة ديال نغلق الباب ديال الحمام نغلق الغرفة ما كندخلوش لمخدع ديال لأب والأم يعني هكذا غير كنفتح الباب ونزيدوه هذي يعني تدريجيا ومع الوقت كتخلي الطفل يميز بلا كين حدود شخصية لكل حد والأجمل إذا كان طبعا يعني تهوي بالمثل يعني ما شيء مثلا أنا كن يعني كان نعامله أو كن ندربه لأنه يحترم الخصوصية ديالي كأب كأوم الغرفة ديالنا الأشياء ديالنا وأنا في المقابل ما كان احترم ليش عفوا الخصوصية ديال ولأشياء دياله المكان إذا كان يرتدي الملابس دياله في الحمام يعني أنا أب أنا أم عندي الحق أنني مثلا ندخل على أوليدي أو بنتي في الحمام ولكن لف أنني ندق الباب أنا واش نقدر ندخل دابا واش ن... يعني هاد هاد الجمل وهاد الطريقة في الإذن والاحترام الخصوصية كتخلي الآخر اللي هو الطفل يحس أن أنا مهم وعند قيمة وجسدي عنده قيمة ومكان ديلي عنده قيمة وأشياء ديلي عنده قيمة فهذه الأمور محتاجين نشتغلوا عليها بسف كيف ما قلت في البداية خصوصا مع هاد الانفتاح المهوي اللي عندنا مش شمعيا وأحيانا حتى بعض الأفكار اللي هي مغلوطة في إطار كل شي ولا عادي كل شي ولا كل شي ولا مباح فمحتاجين شويا نعيدوا النظر في مجموعة دي الأمور وحتى مع هاد الانفتاح التكنولوجي اللي حتى هو كي يجي نتيجة يعني هاد المشكلات اللي ممكن تعرضوا للوليدات خصوصا يعني في سين مبكرة حتى رولينا كنشوفو ده بالوليدات بعد يعني مخاد نغيروا الموضوع ولكيرا هو يصب في نفس الأمر كيكون عندهم غير ديزابليكاسيون ديال الألعاب وكيكون فيها ديشات كيكون فيها بزاف ديال الحاجات اللي ممكن يتعرضوا فيها لما بقاش للخصوصية ديالهم فهما أصلا ما مربينش ما متدربينش على يفهموا خصوصية ديالي أنا معامل مسموح نهضر أنا معامل مسموح ممكن نشارك الحاجات ديالي حتى الكلمات مش يحادي نهضروا على الصوا نهضروا على مجموعة ديال الأشياء فهذا شي تبنى منذ الصغر من الأول حاجة من اللي أنا كنعزز مفهوم الخصوصية عندي أنا في الأسرة الأشياء اللي كتوقع في الدار كتوقع في الدار الحاجات ديالنا في الدار هي ديال الدار مثلا جل عنا شي واحد ولا فبتلي كين مجموعة دلقى واحد اللي ممكن تفقوا عليها في المنزل مثلا كنت تفقوا أنا الغرفة ديال ماما وبابا ما كنتخلوش اللي أبو فيها ولا كنتخل لي لأي أي واحد كتلقى بالفعل الوليدات رك تجاوبوا مع هاد الأمور لا ما كنتخلوشي مثلا الغرفة ديال ماما وبابا لا ما انقدروش نجبدو هاد الحاجة حيث هي ديال بابا تكن تطلبوا الانتكل فبتالي هاد الأمور ماشي كتسمى أنانية أولا لا ركتسمى عنا واحد القواعد ديال العيش المشترك في الأسرة سواء اختلفنا أو اتفقنا مع الآخرين مادم احنا كتسلكنا ومتفاهمين عليها وكتعاوننا على احترام الخصوصية ديال كل فرد فينا فنستمر عليها هاد بحدتها غتخلينا نعني كنتيجة واحد الفرد يعني راشد اللي هو غيكون مسؤول على نفسه يحترم الخصوصية دياله ويحترم كذلك الخصوصية الآخر حيث احنا ما بغيناش نخدمه على رأسنا بل بغينا نحترمه حتى الخصوصية ديال الآخرين يعني ما عنده حتى شي معنى أنا نمنع الآخرين من تجاوز الحدود دياله معايا وانا نجاوز طبع الحدود ديالي معاهم هاد الأمور كله يعني نحتاج أن نشغل عليها كيف ما قولنا منذ الصغل منذ اللحظة الأولى لتبديل الحفاظة وغيرها إلى الكبار كيف ما ذكرت أستاذ سمي يعني بعض الناس اللي يكونوا كيسمعون لنا يقولوا وحنا كيفاش غادي مثلا نرق بوليدتنا كيفاش غادي نعرفوا لقد ضرر الله لكأنه كعملوش حاجة يعني مش مزيانة أو عاملو مثلا شي سلوكوما يعني كيعملوه معارفينش مثلا اللي هو سلوك خاطئ فأنا ضروري نفتح دك بب على غفلة متر أو ضروري نشو بردك محفظ على غفلة ونقلب فيها أو تليفون عرفوا فين كيدخوش ماليزا بليكاسو شوما المواقع مثلا لكيدخوليهم ضوك هنا فهذا اللحظة هما كيفاش يتعاملوا شو هنا غادي نحاولوا نفرقوا ما بين جوش مصطلحات اللي هي الخصوصية والسرية فبتالي على حسب حنا كيفاش كانت عاملوا مع الأمور لحسب غا يكون كيفاش يعني كانت عاملوا مع المفاهيم كيفاش غا تكون القراءة دينا بالفعل مفاهيم كيفاش يكون التصرف دينا فإذا أنا تعاملت مفهوم السرية كيخبع عليا كيعمل شي حاشة ماشي هي هذيك أو كتعمل شي حاشة ماشي هي هذيك فبتالي غا نتعامل مع موضوعه كأنه السر هي ماشي خصوصية فبتالي أصلا غا نعطي رأسي الحق أنني نجاوز يعني هاد الأمور أو أن نقوم بهذا التصرفات لأن نخصين بحث يعني بحل محقق ولكن إذا تعاملت مفهوم الخصوصية لأن شنو الهدف دي الخصوصية هي أنا عندي حق الفيتو طبعا رأي أنا أب عندي أم أنا أم عندي مجموعة دي الحقوق على الأبناء ديالي يعني من حق أن نتابعه من حق أنني نراقبه ولكن وأنا كنتابعه وأنا كنراقب أحفظ كفالة أحفظ كرامة هذك الطفل يعني في حل مثلا أنا شي واحد يتعامل معي بنفس الطريقة تخيل الزوج أو الزوجة يعني يتعامل معي بمفهوم السرية أنا كنتينك تخبع غير راقبك غير يفتش غير تفتش داكور دونك ما نحش نيائن أنه كي يحترم الخصوصية ديالي لا هو بغير يحصلني بغير أنا كي حسسني بغير أنا خطأت في شي حاجة أنا مخبأ شي حاجة أنا مخبأ شي أنا عام شي دراما كيف ما كان قوله بالدريجة فبثلي تجاوب ديالي غيكون طبعا سلبي وسيء للغاية عكس ما إذا كان المحاولة ديال أنا أخصين عراف أنا أخصين تابع ولكن أمامتهم كي يحترم الخصوصية غير بأبسط الأمور اللي هي طرق الباب اللي هي غادي نسقصي أنا بغير نفتش لك في المحفظة فبغيرت غير نقول لك أنا غير نفتح لك المحفظة حيث أنا مامك أو بابك فبثلي أنا محتاج دا بتعطيني التليفون ديالك حكس ما مثلا أرى ديالك تليفون أو مثلا غير نفتش هدك تليفون وخح نرى دايما كان قوله أصلا تليفون أسرع ممنوعه بالنسبة للوليدات للأسف هذه واحد الظاهرة اللي ولت منتشرة أقل من عشر سنوات الوليدات للأسف عندهم تليفون تخص بيهم فهنا أصلا ما كان هدوش على الخصوصية هذا موضوع آخر ممكن تلقلله في مابع فشوف كيفاش الأمور أصلا عايشة هيكون عنده نتائج متراتبة لها على حسب الطريقة اللي احنا كنتعملوا بها أصلا الطفل اللي عطيتها التليفون في سبع سنين والعشر سنين أكيد رخصك تاخده داكو لون كعكس ما إذا أنا علمته بشوية ركين موضوع ديال أنا كان حتلم الخصوصية أنا بعد مرات ناتيك تهدر واتساب مع أصحابك ومسلا ندخل الألعاب ولكن هو التليفون ديالي في الأصل فبتلي تعاملي غيكون مختلف تماما أنا أصلا إذا علمت بليداتي منذ البداية أن الغرفة دياله مسؤولية دياله وأنني كنحاول مأم كأنني أبني معهم واحد علاقة إيجابية مرة مرة ندخلوا لبيد دياله مرة مرة يوري وليش نعمله أنا متواجدة ما شيف هذيك الغرفة السرية اللي هم دائما كي ترقل إلى الباب عنا مثلا قاعدة في المنزل أن الأبواب لا تغلق وهذي من بين الحاجات اللي كان خدموا عليها أنا كأب وكأم عندي الحق أنني نعمل هذ القانون في المنزل أن الأبواب لا تغلق ما عاد الأب ديال الباب ديال المخدعة ديالأب والأم فبالتالي احنا حترمنا في نفس الوقت الخصوصية هو بيتك هي بلاصك ولكن الباب لا تغلق بمعنى بش يكون عنه وحد التواصل ممكن ندخل عندك ونهضر بلدك ندخل وكأنني الاقتحام شكرا على هذ لأن بالفعل ما يفعله الوالدان الوالدون هو الموضوع الاقتحام وكأنه واحد للقوة خاصة كتدخل بوحد الطريقة ديالتفتيج خصني نحصلك على غفلة خصني نضبط شنو عندك على غفلة وهذه الأمور الخاصة تحدث من الوليدات كيقربوا لصيد المراهقة فبالتالي يحدث الصدام أكثر كنجنيو نتائج ليها يعني جد سلبية علاش لأنه أصلا المراهق وليح تقبل شوية من المراهقة كيكون بحاجة للخصوصية بوحد شكل أكثر فعليا احنا دائما ننادي أننا نشغل للخصوصية منذ الصغر بشو احنا مشي بشكل تدريجي وكأن هذه الحدود الشخصية كيزيدوا يتفتحوا فبالتالي الإدراك للطفل كيزيدوا ساع تحملوا المسؤولية لهذه الخصوصية لأننا مش غير اسمة خصوصية وصفيرة ما يتحمش فيها المسؤولية لا هي أمور خاصة بك مكان خاص بك أشياء خاص بك جسد ديالك خاص بك ولكن في نفس الوقت رأي أنا عندي يعني حقوقها إليك بحكم أن الأب ديالك أو الأم ديالك مثلا غر الشعر مثلا هو خاص بك ولكن ما يعني شي أنا كتعمل فيه اللي بغيتي خصك تستاشر مثلا غنجيان جبرك سباقته بشي لون بشكل ولا قطعته شي بشي طريقة ولا لا شعرك خاص بك ولكن في نفس الوقت رأنت يعني تحت المسؤولية ديالي فنستشير وهذا شي من اللي كنكون عائشة دائماً عننا وحد العلاقة اللي هي إيجابية مع ولدتنا ميكيكون الحوار ميكيكون الأخذ والرد في الأسرة ميكيكون كين واحد الثقة واحد الأمان فبالتالي كنقدرون نعالجهم جموعة ديال الإشكالية ممكن تطرح فهذا الموضوع ديال الخصوصية دون أنا نغن صدروا الأحكام ولا ندخلوا بديك المبدأ ديال الإقتحام وخصي نحصلوا خصي نشوف أشنو أشنو عمل وشنو ما عمل شي رونك نزيدو نأكدو أن موضوع الخصوصية كنبدو أشتغلوا عليه منذ الصغر أول حاجة رحنا نكون قدوة في الموضوع وخا من خلال مجموعة ديال تصرفات لي تنطلق من احترام نحن لدتنا والخصوصية نحن يعني مثلا غصك ديالي فهذا ديالي هلاش غادي تفتحولي وكنلقوا هاد المواقف منتشرة بكثرة أن الوجودات كيجيو بتحصك ديال ومهات ديالهم وجبت اللي بغيتي العدسك ديالي على الأقل نطلب الأيد نش تبغيتي زائد مثلا طرق ديال الباب الغرف الاستئذان الحمام حتى الآكل اللي كان في المطبخ الموضوع صراحة طلب الأيد نقصنا موضوع الشاسع وليكن قبل ما الختم ما قلناش بذلك ديال الوقت فملي كنا نتكلم في بداية ديال الحلقة تكلمت حتى على مستوى الأفكار كيفاش الخصوصية على مستوى الأفكار قبل ما نختم الخصوصية بالنسبة للأفكار يعني نتناولوها بوحد شكل اللي هو بسيط نحن ما نتخيلوش أننا نتعاملو مع إنسان اللي هو راشد معنا أن مثلا غدا في القلق أنا كتعجبني ناكل هاد الحاجر بوحد طريقة معينة كعجبني نلبس بوحد الهادي في عوتها دي كعجبني تكون لبيت ديالي بوحد طريقة كعبر على رأيه في شي موضوع يعني إحنا نتحدث عن أطفال ومشي زي ما نتعروني شي خصوصية أفكار لي هي كبيرة فبتلي نحترم طريقة دي التفكير دياله نحترم الرأي دياله وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة كعجبو مثلا يعلق في الجهة كعجبو يكون بيتو بهذه الطريقة كعجبو واحد ستيل معين يعني الطريقة اللي هو كيعبر بها على نفسه على المواقف ديال الحياة نحترم هذا رأيه هذه بحدثنا خصوصية والشخصات ماذا ما كتتعرض شي دايما يكون عندنا والشنوع عائشة اللي كيكون المشكلة أو العائق هو هذي مش عنا معيار أصلا اللي في حال نغرب له عليه هذي الأمور اللي متعلقة بالخصوصية ولا لا وش عنا واحد المر جاء نرجع ليلو ولا لا اللي هو ممكن يكون قواعد ديال الحياة ديال الأسرة طبعا الأخلاق ديالنا والدين ديالنا فخصنا واحد المعيار واحد المرجع اللي نرجع ليلو صحر هذا المرجع اللي خدمنا له دائما استحضرناه زائد كعنا قواعد اللي هي واضحة في المنزل زائد بناء العلاقة وكينا الحوار كينا التقبل كينا الاحتواء فأكيد رأي ممكن يعني نزيد نفتح المساحة ديال الحدود الشخصية في إطار يعني مرجعية سليمة في إطار أفكار اللي هي معقولة واضح واضح تبارك الله عليك أستاذة سمي كنكون سعيدة دائما بالتواجد ديالك معنا وكيفاش كنتطرقه معك للموضع شكرا لك إن شاء الله سكون فرص أخرى مزيد تقوم الموضوع بشكل أوسع لأنه أكيد هو يعني كي تناولنا المجموعة النقار كبير جزا فينا نقومه فعلا نتبارك الله عليك أستاذة هذا إلى مستمعين كاتبعنا الأستاذة سمي الحرفوش مرشدة نفسية ومدربة تربية إيجابية اليوم تكلمنا معها على الخصوص يوش فعلا خصنا نربي وليدتنا عليها غدا يخليكم مع فاصل وشعر لكم في الجزء الثاني فقرة الطب مع الدكتورة لمياء العزيز